البامية أكل كتير طيبة وهلأ أوانها فرح نقوم بتخزينها لفصل الشتاء بطريقتين بدون فريزار وبفريزار من غير ما نسلقها ولتتعرفوا على هالطرق أكتار تابعوا معي الفيديو أحبائي وأهلا وسهلا فيكن بتنوروا قناتي ملكة المطبخ السوري وبتشكركن كتير على تعليقاتكن الحلوة عندي هلأ هوني كمية من البامية أنا هي البامية قاسلتها ومجففتها وبعدين أمعتها بهالشكل هاد يعني أمعها بعد ما أنه أغسلها ونشفها منيح مثل ما هلأ هيك راح تشوفوا معي بقيم هالقسم العلوي هذا بهالطريقة أو أي طريقة بتحبوه وأنا هوني راح أعمل البامية بطريقتين وعمل أنا طريقة بفيديو سابق كمان حفظ البامية بالمطار بين مع البندورة كمان طريقة كتير ناجحة وكويسة بتابع هيك عملت كل الكمية اللي عندي هلأ بالنسبة لأول طريقة راح أجيب النينة نضيفة ورح أعبي فيها قطع البامية اللي عندي هاي الطريقة بدون فريزر وكتير طريقة ناجحة وممكن تحطيها بأي خزانة بالمطبخ ما بتحتاج لبراد أو لفريزر هلأ بعد ما تعبت معي الأنينة ما بعبيها للأخير متل ما شايفين بخلي هالقسم هاد لأنه البامية راح تتشرب محلول الملحي اللي راح حطه وإذا تعبت للأخير راح يضل القسم الالوي ناشف فرح أخليها ناقصة ما بعبي الأنينة للأخير هلأ المحلول الملحي عندي مي لكل كاسة مي بحط لها معلقة كبيرة من الملح الصخري ملح الموني هلأ هون أنا هون عندي كاستين مي فرح حط لهم معلقتين من الملح الصخري الخشن وبحرك مني حتى يدوب عندي الملح بشكل منيح هلأ بس ندعب عندي الملح راح أحطهم بالأنينة أنا جبت هوني أمع بستعين بالأمع وبسكوا بالمحمول الملح اللي عملته حتى للأخير لآخر الأنينة هيك هلأ عبيتها للأخير مثل ما شايفين هي هي الطريقة لأنه بتعتمد طريقة التخزين على الحفظ بمية الملح وهيك سكرتها بشكل منيح وخلص هيك هلأ صارت عندي جاهزة هلأ الطريقة الثانية بحط طنجرة على النار فيها مي وبنتظر لتوصل لمرحلة الغليان ورح أجيب مصفاية ورح أحط بهالمصفاية كمية البامة اللي بدي أخزنها فهلأ هون حطيت هلأ كمية هاي هلأ هاي الطريقة بتعتمد على الحفظ بالفريزر بس رح أعملها على البخار يعني ما رح أسلق البامة مثل الطرق كنا نعملها أول منه السلق البامة فهي الطريقة رح تساعدني على حفظ قيمتها الغذائية للبامة وما رح يروح منها أي قيمة غذائية فهذه الطريقة كتير ناجحة هلأ هون بلاحظ أنه صار على البخار تغير لون البامة صار على الأخضر شوفوا اللون ما شاء الله الأخضر الغامئ الحلو فأنا هيك بظل بحركها لحتى تصير عندي كل قطع البامة بهاللون هاد وما بتاخد معاي الطريقة يعني عدد دقائق بس لأنه المي عبتغلي تحتها طبعا أنا يعني شاعل الغاز تحتها وعلى البخار عم بتصير فهي الطريقة كتير إنه حلوة إنه بتحافظ البامة على قيمتها وهي إنه بلاقي قطعة البامة كيف صار الطريقة فهلأ هيك صارت جاهزة وبرفعها من على النار وبخليها لتبرد تماما هلأ بعد ما بردت بجيب كيس فريزر وبعبي البامة حسب أنا الطبخة اللي عندي لأنه هي بعبي الكيس يعني وبدي يحطو بالفريزر طبعا كتير طريقة حلوة وشوفوا اللون الأخضر بتظلم حافظة عليه وبفرغ منه الهواء قدر الإمكان وبيصير هيك جاهز إنه حطو بالفريزر هلأ صاروا هذول الطريقتين عند جاهزات هلأ بالنسبة للطبخة للطريقة الأولى بعد ما التخزين بعد ما طالع البامة لازم إنقعها لعدة ساعات وبدل عليها المي حتى يروح كل طعمة الملوحة منها لأنه هي بتكون أخذ ملوحة منيح من ميت الملح والطريقة الثانية هاي بالفريزر بطار عم باشرة بالفريزر وبطبخها مثل العادة يعني الطريقة المعتادة هلأ هيك الطريقتين صاروا عندنا جاهزات إن شاء الله ينالوا إعجابكم واذا أعجبكم هالفيديو لا تنسوا تحطونا لايك وتشتركوا بالقناة وشكرا للمتابعة